موسيقى 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 واحد الجانب أيضا يجب أن أتوقف عنده هو أنه حجم التغطية الإعلامية اللي كانت في هذه المناطق المتضررة كانت تغطية إعلامية كبيرة جدا سواء من طرف المنابر الوطنية أو من طرف المنابر الأجنبية وهنا المعلومة كانت متوفرة فيكفي أنك تفتح أي قناة من القنوات وتشوف بالمباشر الجهود اللي كانت تقوم بها بلدنا تشوف مواطنين يتكلموا مع الصحافة الوطنية والدولية بدون أدنى الضيق فبالتالي هذا واحد من الدروس المهمة اللي كان نظن بأنه بلدنا نجحت فيها أزيد من 310 صحفي أجنبي شاركوا في تغطية هذا الزلزال هذا يمثلون 90 في 90 وسيلة من وسائل الإعلام أزيد من 310 حوالي 312 صحفي أجنبي اللي كلهم كانوا يشتغلوا ويحلجوا ديال الشفافية وديال الحرية وأنهم غطوا جميع المناطق وتواصلوا مع المواطنين وهذا مرة أخرى بلدنا كتأكد بأنها بلاد يحترموا الحريات ويحترموا حريات الصحافة وما كانت تشيط ضيق على أي صحافة كيفما كان نعديل ربع هؤلاء الصحفيين بالضبط 78 صحفي كانوا من جنسيات فرنسية 78 صحفي يمثلون 16 وسيلة من وسائل الإعلام 13 تم اعتمادها خلال هذا الزلزال و3 كانت عندها اعتمادات دائمة نوك الربع ديال الصحفيين الأجانب اللي غطوا الزلزال ديال الحوز كانوا عندهم جنسيات فرنسية بالرغم من أنه شفنا والمغربة كلهم شفوا بأنه التغطية في بعض الأحيال لم تكن موضوعية ولكن لم يتعرض تشوحد من هذا المنابير أو للصحفي لأي تضيق بل على العكس بلدنا أكدت مرة أخرى وطبيعا لنها بلد ديال الحريات كيفما كانت دائما وخاصة حرية الصحف الصحفيين اللي جوا في السؤال ولن هدوا دخلوا البلدنا بغرض سياحي لم يدخلوا ولم يطلبوا أي ترخيص ولم يعلنوا على أنهم صحفيين يطلبون أنهم يقوموا بواحد العمل صحفي في إطار واحد الاعتماد كما هو منصوص عليه يعني من طرف جميع القوانين اللي كانت نظم هذا المجال هذا طبيعي جدا أنه يتم إبعادهم بقرار للسلطات الإدارية السلطات الإدارية قامت ما هو منصوص عليه في القانون في ترحيلهم إلى بلدانهم وكيف ما قلت بلدنا مرة أخرى تؤكد بأنها بلد ديال الحريات وديال الشفافية وأنها حرصت كل حرص على أن جميع الصحفيين يمرسوا المهم ديالهم في حريتين كاملة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تأبونه في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع تواصل اجتماعي ترجمة نانسي قنقر